هذا اللقاء والأولي تشين مقر الحزب الأصالة والمعصرة في فس جيات فس مكنا استهمونا كثيرا وفيها نتائج إيجابية حصلة للحزب في انتخابة السابقة ونهي يقوله في 2016 كمان ونهي يقوله مشارات السياسية لهذه السنة وهنا نعتبر أن الدخول السياسي هو دخول يومي ماشي فقط في شرط سبتمبر لذلك جميع القضايا نقشناها ونجميع القضايا طرحناها عن الإخوة الحزب وسنجتمع قريبا مع الكتابة الجهوية لحيين برنامج أولي الذي هي المؤتمر الوطني للشباب الذي يعقده في شهر أكتوبر في شهر نوفمبر وكذلك المؤتمر الوطني الذي يعقده في شهر نوفمبر في شهر نوفمبر في حول المنتخبين كل هذه المشاريع بلغناها للأخوة والأعضاء الحزب لذلك كان هناك نقاش حول إدارة مقار الحزب إلى غير ذلك نحن في حزب الأصلة والمعاصرة سنوين نفسنا للدخول السياسي بشكل عام كل يوم وكل ساعة سواء في العمل البرلماني أو خارج العمل البرلماني أو في العمل للهيئة الترابية لأنه بعد السنتين اكتشفنا أنه يجب أن ندفع أكثر مناظرين للتعبير عن آرائيهم بكل حزبهم بكل شجاعات بكل جراء بكل استضامية حتى ينفذوا ملتزموا به مع المواطنين راضيين على الأداء الحكومي راضيين عليه نحن جزء منهم سؤولين في المرضين الشعالية بعد تصرفات التي تكون دخل الأغلبية لشيء أما تمس بحقوق حزب الأصلة والمعاصرة السلام عليكم هشام أعطو رئيس جامعات كندر سيديخيار اليوم حضرنا في افتتاح المقر الجديد للأصلة والمعاصرة بمدينة فاس قرب الولايات الأمن بفاس بحضور سيد الأمين العام للحسب الأصلة والمعاصرة السعر للطيف وهبي ونحن بدورنا كمدينة صفروق حاضرين بقوار رؤساء الجامعات ونحن جد فخورين بهذا الافتتاح ديال هذا المقر وإن شاء الله باش يكون واحد نفس جديد بالنسبة للمستشارين وبالنسبة لرؤساء الجامعات اللي حيث بديل الأصلة والمعاصرة ونشكروا الصحفة كانوا حاضرين بقوة من مدينة صفروق ولا من مدينة فاس كانوا حاضرين بقوة وتبعوا هذا الافتتاح بكل مراحل ديالو ونشكركم بزيال